السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعزائنا طلاب الصف الاول الاعدادي مع درس جديد من الروس اللغة الانجليزية زي ما احنا شايفين كده شباب النهاردة يونيت فور الواحدة الرابعة بارت وان الجزء الاول منها اللي هو ايه اول تو ليسنز اللي هو ليسنز وان ان تو واحدة اسمها وي ار يوزينج تكنولوجي نحن نستخدم التكنولوجي يعني عندنا نشوف الكلمات نبدأ نقول باسم الكلمات الرئيسية الاول يا شايفك العادة كلمة تكنولوجي تكنولوجي تابلت تابلت لابتوب كومبيوتر لابتوب كومبيوتر ماوس ماوس ام بي ثري بلاير ام بي ثري بلاير كان زمان في حاجة اسمها كده مشغل موسيقى عبارة عن جهاز صغير كده كان بيشغل فيه الموسيقى بس لها الغاني او كده اينا او القرآن حتى فكان اسمه ام بي ثري طبعا دي نوعية الملفات اللي بيشغلها ملفات الصوت وبلاير اللي هو ايه مشغل فاصبح اسمه مشغل موسيقى ام بي ثري بلاير وايد بورد وايد بورد فون تشارجر فون تشارجر موبايل فون موبايل فون برينتر برينتر اوبجيكت اوبجيكت كلمات اضافية يا شباب يعني ايه كلمات اضافية يعني كلمات احنا درسناها قبل كده لكن جات مرة تانية فين في الوحدة هنا هنا حرف الكيس هايلا باسمها النو يعرف برينت هومورك هومورك تشارج تشارج دسك ناكس تول انفرانت اوف انفرانت اوف وانطق هنا حرف الف بتاع كلمة اوف دايما اكيد انه حرف v under near there is there are granddad granddad online online at the moment at the moment quite quite ويبسايت ويبسايت 3d printer 3d printer طابعة سلاسية الابعاد تطبع اشكال مجسمة يا شباب خشت كده على اليوتيوب دور عليها تلاقيها عندنا اللي هكذا فيديو information information great message message text text guess guess look like look like peace peace classmate classmate behind 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 تعالى نشوف بعض الحروف الجر prepositions وبعض التعبيرات اللي هي expressions a picture of a picture of قولك مثلا كده this is a picture of my family charge his mobile charge his mobile look at a website look at a website click on the icon click on the icon make video call make a video call send a photo send a photo send a text message send a text message take a selfie take a selfie take a selfie tap on the icon tap on the icon tap on the icon الفرق بين كلمة click on the icon and tap on the icon click d لو انت شغل على الكمبيوتر بالماوس اما tap d لو انت شغل على حاجة touch زي الموبايل بتاعك او tablet بقول tap write an email write an email look for look for design an icon design an icon play online play online play online تعالى نشوف word and opposites كلمته عكسها new the opposite بتاعها اسمه old online عكسها offline send receive small big تعالى نشوف اول جزء عندنا reading النهاردة ولد اسمه زياد بيوصف لنا الفصل بتاعه وطبعا في صورة موجودة في كتاب المدرسة للفصل اسمي زياد وهذه صورة الفصل التاعي نحن غالبا بنستخدم التابلتز في المدرسة وفي عندنا اتنين جهاز لابتوب في الفصل زياد بيقول لنا انا ما عرفش اللي مسمينه mouse طبعا لانه هو اخت شكل الموس فعلا شكل الفار يعني هل تعرف هل تعرف يعني ليم سمينه mouse بيكمل ذات بيقول and there is a printer too وفي عندنا طبعة كمان في الفصل my friend omar is printing بيطبع دلوقتي حالا his homework الوجب ايه بتاعه خلي بالك لما نلاقي verb to be كده وفعلا اخر وان نجيه ده ياسمه زمن المظاهر على المستمر present continuous هنشرحه النهارده ان شاء الله I have got a mobile phone but it's in my bag انا معايا موبايل لكنه في الشنطة بتاعتي we don't use our phones in the classroom ممنوع نستخدم تليفونات في الفصل Mr. Osman has got a phone in his desk Mr. Osman في الصورة موبايل مقابل على الدسك على المكتب يعني بتاعه he's charging his phone with a phone charger هو بيشحن الموبايل بتاعه بشاحن موبايل and he has got a new mp3 player ومعايا مشغل موسيقى كمان it's small and blue صغير واللونه ازرق can you see it شايفينه في الصورة ولا لا طبعا الصورة موجودة فين في اكتب المدرسة يا شباب حالا نشوفها عندنا جزء تاني عبارة عن محادسة between Adam and his granddad ادم هنا بيتكلم وهنا الجد بيرد عليه فادم بيقول hi granddad it's adam what are you doing بعت له رسالة بيقوله ازاك يا جدي انا هادم اخبارك بتعمل ايه قاله i'm playing chess online الجد قاله انا بلعب شدرانك على الانترنت online i am winning at the moment انا بكسب حالا اهو فقاله are you using your new laptop هل انت بتستخدم اللابتوب بتاعك الجديد قاله yes it's quite easy to use سهل جدا الاستخدام وبدأ الجدي يقول لادم what are you doing طبو انت بتعمل بقى ايه online قال له i'm doing my computer studies homework انا بعمل الواجب بتاع الحسب الاري بتاعي i'm looking at websites انا ببص في المواقع for information بدور على معلومات about 3d printers عن طبعات ثلاثية ايه الابعاد بيقول له طبو ماما وعاليا اختك بيعملوا ايه فقال له they are taking service بيقدوا صور لنفسهم i'm sending you one of their photos now انا هبعت لك صورة حالا دلوقتي ليهم بعت الولد صورة فقال له الجد oh yeah that's a great photo قال له فصورة ايه صورة عظيمة جدا ورائعة ايه جد طبعا هو وضع برعة محاسة زي محاسة الواتساب كده يعني يا شباب هنا في اسئلة اللي احنا قرأناها تعال كده نجاوب who is adam sending a ticket message to adam بيبعث رسالة نصية المين طبعا هو بيبعث لجده يبعث لنا to his a granddad what game is granddad playing online a game اللي بيلعبه لجده online طبعا chess he is playing chess where is adam looking for information about 3D printer adam بيدور على معلومات عن 3D printer فين يعني adam عايز يعرف معلومة عن 3D printer طبعات السلاثية الابعاد يبحث لنا المعلومة فين فقلنا add websites فمواقع الانترنت what are mom and alia doing mom الام وعاليا بنتها بتعمل اي دلوقتي قلنا بياخدوا صور سيلفي يبعا عندنا زي are taking a سيلفز لحظت حاجة كل الاسئلة فيها verb to be ing verb to be ing verb to be ing واضح ان النهاردة نشاهدونا كله على الزمن ده المدارع ايه المستمر تعالا نشوف الجرامر زي ما قلنا من شوية the present continuous tense the present continuous tense زمن المدارع المستمر طبعا كالعادة بنقول الاول استخدامه وبعد نتكلم على الاسبات وكلام على النفي ونتكلم على تكوين السؤال وهكذا ليه بنستخدم في حياتنا زمن المدارع المستمر فقلنا يعبر على اشياء تحدث الان يعني انت لو توصف حاجة بتحصل حالا دلوقتي انت بتعملها او غيرك بيعملها حالا دلوقتي باستخدم الزمن ده اسمه ايه present continuous tense زي ما قلت كده المثال ده we are reading english now نحن نقرأ لغة انجليزية الان وفعلا صح انا عمل اقرأ دلوقتي معاك لغة انجليزية فهذا الفعل اللي هو verb to be بيكونه زمن اسمه ايه المدارع المستمر اللي بيعبر عن اشياء تحدث الان طب هل ليه استخدامات تانية مستر ايوة ليه اكتر من استخدام لكن احنا عندنا النهاردة في سنة اولى بتتكلم على استخدام واحد بس اشياء تحدث ايه الان بيبقى اول استخدام او الاستخدام الاهم للمدارع المستمر يصف حدث بيحدث امتى الان طبعا عندنا نشوف بقى التكوين بتاعه عامل ازاي الكون من ام از ار يام ام از يام ار بعدين فعل اخر ايه اي ان جي تعال عندنا نشوف الجدول ده اي تاخد ام وعدين اي ان جي وده اختصرها هي وش يو ات ياخده از وعدين ايه ريدنج اي ان اي جي الجمع وي ويو وذي ياخده ايه ار وعدين برضو اي ان جي ايتنج اصبحت الجمل اي ام بلينج هي از ريدنج وي ار ايتنج طيب واحد يقول لي طب احنا هنضيف اي ان جي الافعال هل في طريقة معينة او لك اه في عندنا بعض القواعد عشان في اللي سبيننج ما نغلطش تعالى شو كده الامثل كده كلمة كوك دفنالها على طول اي ان جي كوكينج ده فعلا عادي جدا جدا ده طبيعي في اللغة انجلية زي هنزود اي ان جي وبقى شرطا لكن افرد فعلا كان اخره حرف اي كده اخره حرف اي وعايزين نزود له اي ان جي نعمل اي يحزف حرف ال اي ونزود اي اي ان جي تبقى اسمها اي ميكينج تعالى هنشوف الفعالة اللي بعدها يا شباب بقت ستوبينج ايه اللي حصل هنا طيب هنا ضعيفنا حرفين اتنين حرف البي ايه السبب لو كان الحرف الاخير ساكن وقبليه حرف واحد بس متحرك عند اضافة اي ان جي نضاعف ونقرر الحرف الاخير تبقى اسمها ستوبينج زي كلمة جت جتنج كت كتنج وهكذا كلمة بوت يضع كلمة داي لو خدت بالك بقت دايينج ايه اللي حصل لو فعلا اخره اي 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 فلو جت انت تضيف له اي ان جي هتلاقي نطو صعب جدا في الحل بنحول ال اي اي الى واي ونضيف اي ان اي جي فاصبحت داي دايينج اذا كان مية طاي يربط باسمها ايه طاينج وهكذا يا شباب اذا بنضيف اي ان جي بطريقة سهلة جدا اذا كان الفعل اخره اي تحذف نحط اي ان جي اذا كان فعل اخره ساكن وقابليه حرف واحد متحرك نضاعف الحرف الاخير مرتين الافعال الاخيرها اي اي تحول الى واي واي اي ان اي جي للتكوين يا شباب بتاع المدارع المستمر لعنا عندنا نشوف اللي بعد كده النفي ازاي نين في الجمل تبقى لك عشان تنفي اي جملة فيها ام و از و ار حط بعد كلمة تبقى زي الجدول ده كده يبقى ازا عشان تنفي المدارع المستمر تيجي بعد تحط اي كلمة واتصارها تبقى الجملة كده هل عندنا نشوف ازاي نكون سؤال لو السؤال بكلمة هل هنبدأ بام او از او ار وبعد نحط الفاعل وبعد نقى اي ان اي جي اللي هو هل انا بلعب هل هو بيقرأ هل انت تأكل اما لو كان السؤال بأداة استفهام هجي هنا بقى قبل ام و از و ار وحط دابليو اي اتش بقى الجملة كده what are you doing what are you doing ادي اداة استفهام ودي برب تو بي ودي الفاعل و اي ان اي جي ماذا تأكل what are you eating ماذا تلعب what are you playing ماذا تشتري what are you playing وفي الاجابة بنحول are you نخليها اي ام يبقى الجملة كده I am watching TV دايما لما نلاقي are you في السؤال طبعا يوتيب اي وبالتالي ما نفعش اقول اي ار هقول اي اي ام فانت حفاظها كده كل ما تشوف are you خليها اي اي ام وطبع عشان فيك المتدوينج هنا حطينا فعلا اخر اي 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 جي كل ده اسمه اي اي شباب عندنا المضارع المستمر عايزين مثال كمان يا منصر على المفرد اسمع كده what is علي eating ماذا يأكل علي هابدأ بعلي اقول له he وعدين is eating واكتب الاجابة he is eating rice is eating a rice كده اصبحنا عندنا في نوعين من الاسئلة سؤالي يبدأ فعل مساعد معنى هل وسؤالي يبدأ بعدين استفهام وبعدين فعل طيب هل في كلمات بتدل على الزمن ده ايوة كلمات دي كلمة لان بيحصل دلوقتي برضو يحصل دلوقتي يعني ايه كلمة اما اقول لك انظر يبقى انت هتنظر على شيء بيحصل امتى حال عشان كده دي من ضمن الكلمات لما تيجي في اول الجملة اعرفني اللي بعديها اي ان اي جي وبرضو كلمة لما اقول لك اسمع تسمع حاجة بتحصل امتى دلوقتي او الاتنين دول ينفعوا مضارع مستمر معهم ام وازوار وان جي وكلمة اليوم اذا الكلمات دي يا شباب في الجملة اعرف ان الجملة فيها ام واس وار وان اي جي ده كده اول درس جرامر في الوحدة الرابعة في درس جرامر تاني اسهل وابسط من ده بكتير يا شباب علي عندنا شوف كلمة يعني يوجد للمفرد وذير ار يوجد للجملة عايز اقول لي يوجد كتاب يوجد كتب يعني اعرف بقى اشكالهم ازاي بيستخدم يوجد للمفرد عايزين مثال يوجد طابع وعايزانها في الجملة تبقى وبعدين اسم اي جملة زي كده يبقى بعدها اسم مفرد وزير ار بعدها اسم اي جمع طب في النفي تبقى ازاي طبعا انت قلت بسهولة مستر قال لي لما تشوف ام واس وار حطت بعدينهم نط يبقى زير ايز نط اللي هي زير ريزينت زي كده زير ريزينت اي كذا لا يوجد كذا وييجي بعدها اسم مفرد زي كده برضو زير ريزينت افون شارجر لا يوجد اشاحن تليفون طب في الجمع النفي بتاع زير ار ايه يا شباب عندنا زير ار انت لا يوجد لين عندنا كده زير ار انت اني او زير ار انت بس زي كده زير ار انت اني تابلت لا يوجد اي تابلت عندنا فين في الفصل طيب في السؤال سهلة جدا السؤال انت بدato تقول زير اس بدلهم خليهم اس زير اصبحت هل يوجد زي كده هون اس زير وعن اسم ايه مفرد زي السؤال ده كده هل يوجد مشغل موسيقى طبعا لو انت عاوز تجاوه على السؤال ده هيك어요 not تقول له ايه? طب في الجامعة هيبقى السؤال كده زي المسال ده هل يوجد اي موبايلات هنا? وفي الاجابة برضه اقول له ايه? ابدل دول او ازا نستخدام كلمة لوصف اي اشياء او مقتنيات موجودة قدامك فلو توصف شئ مفرد اقول ايه? شئ جامع عشان تقول ما فيش حاجة مفردة يبقى طب في الجامع عايز تكون السؤال بدل بدل ما هي خليها ايه? بدل ما هي زر خليها انت ايه? والاجابة عليهم بايه? كده يا شباب الحمد لله ان خلصنا الجزء الاول من واحدة سهلة جدا جدا وارب يكون الفيديو مفيد ليكم من التوفير الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته